تغيير لافت على وجهة النظر السلبية التي تقول أن الكويت لا تستغل فرصة كونها سوقاً ينطوي على فرص عظيمة حسب تقرير اقتصادي مختص التقرير الذي أصدرته مجلة ميد قال إن التغيير حدث منذ أن أرست الكويت مشروع الوقود النظيف بقيمة 4 مليارات دينار في عام 2014 التقرير أوضح أن الكويت تستأثر بنسبة 8.2% من إجمال المشروعات المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي المقدرة بنحو تريليوني دولار اعتباراً من مطلع شهر مايو الجاري فيما استحوذت السعودية على 38.9% من إجمال المشروعات الخليجية والإمارات بنسبة 34.8% وقطر بنحو 8.5% في حين بلغت حصة سلطنة عمان نحو 6.4% والبحرين 2.9% وأرست الكويت العام الماضي ما قيمته 27 مليار و 400 مليون دولار من المشروعات الكبرى فيما أرست حتى الآن من العام الحالي 5 مليار و 900 مليون دولار من تلك المشروعات التقرير أوضح أن الرؤى الاقتصادية تقول أن ثم تحاجة لتخطيط أفضل للمستقبل وأنه لا يكفي أن تكون لدى الحكومة استراتيجية طويلة الأمد بل يجب أن تلتزم الحكومة بهذه الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر